مرجع من مراجع النجف المعروفين على نفس هذا الرأي إنما أشير إليه لا يعني أن الآخرين لا يقولون بهذه الفتوى النجسة من أن زيارة الحسين يكون السفر باتجاهها سفر معصية بالنسبة لطلاب الحوزة أثناء الدراسة الحوزوية كلهم يقولون بهذا لكن مرجعا من مراجع النجف عرف بإصراره وشدته في هذا الموضوع عبد الأعلى السبزواري الذي صار مرجعا معروفا وقيل عنه الأعلم بعد وفاة الخوع عبد الأعلى السبزواري رجاء أعرض لنا صورته هذا هو عبد الأعلى السبزواري والذي توفي سنة ألف أربعمية وأربعة عشر هجر قمري يقولون من أنه قتل مسموما قطعا البعثيون لم يقتلوا إنها الفترة الزمانية بعد مرجعية الخوعي قتلوا السبزواري مسموما وقتلوا محمد تقي الخوعي بحادث سير واغتالوا الغروي واغتالوا البرجردي حكاية طويلة وانتهى الأمر بمقتل محمد الصدر مع ولديه حكاية طويلة لست أنا الذي أقول أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب العروة الوثقى والتعليقات عليها إعداد مؤسسة السبطين العالمية صفحة مئة وستين مؤسسة السبطين العالمية هذه المؤسسة يشرف عليها مرتضى الإصفهاني السيد مرتضى الموسوي الإصفهاني من الشخصيات الآخندية المعروفة في مدينة قم صفحة مئة وستين رقم الترجمة اثنين وثلاثين السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري صفحة مئة واحد وستين وفاته انتقل إلى جوار ربه على أثر على أثر سم دس له والتحق بالرفيق الأعلى في الساعة الثامنة من تعريخ كذا انتقل إلى جوار ربه على أثر سم دس له هذا الكلام معروف وموجود في الكتب لم يكن الكلام من عندي عبد الأعلى السبزواري من المراجع الذين كانوا يعاملون طلابهم بقسوة بخصوص هذه المسألة حينما يسافرون أيام الدرس إلى كربلاء لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يتشدد عليهم كثيراً لأنه يفتي وبقاطعيته من أن السفر إلى كربلاء لزيارة الحسين بالنسبة لطلاب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية من أنهم يسافرون سفر معصية الهراء هو الهراء وفقاً لأي دليل هل الدراسة في الحوزة واجبة نقض بيعة الغدير مخالفة العترة إنكار الأحاديث والروايات هذا هو الذي يتعلمونه ويعلمونه في حوزة النجاف تفسير القرآن وفقاً للمنهج العمري الاعتماد على علم أصول الفقه إنها طريقة الاستنباط الشافعي هل هذا يجب على الشعي أن يتعلمه؟ يجب على الشعي أن يكفر به وأما الأموال فإنكم يهم راجع النجفي لا تملكونها حتى لو كانت قد دفعت بشكل شرعي صحيح وما كنتم قد خدعتم الشيعة وسرقتم أموالهم بعنوان أنها أموال صاحب الزمان من أين عندكم الحق أن تتصرفوا بهذه الأموال وأن تقدموها لطلاب الحوزة وأن تشترطوا عليهم ما تشترطون من أين جاءتكم هذه الولاية؟ ومن أين جاءتكم هذه الصلاحية؟ وفقا لأية آية؟ ووفقا لأية رواية؟ ووفقا لأي منطق؟ يا أيها المراجع الكذابون ولده أيضا يعد في طبقة المراجع وهناك من يقول من أنه هو الأعلم حقيقة علي السبزواري رجاء أعرض لنا صورته هذا هو علي السبزواري وأعرض لنا لوحة فيها صورته وصورة أبيه هذا هو عبد الأعلى السبزواري المرجع المتشدد في قضية أن السفر لزيارة الحسين بالنسبة لطلاب الحوزة أيام الدراسة من أنه سفر معصية والرأي نفسه يتبناه ولده إنه حي معاصر يحدثني أحد أبنائي العوائل النجفية وهو حي يرزق موجود في استراليا يقول من أنني في أيام زيارة الأربعين سنة 2014 ميلادي 1435 هجري قمري هناك أمر شخصي كان عندي في النجف مشكلة فيما بيني وبين بعض المعممين فلجأت إلى مكتب علي السبزواري وحينما دخلت إلى المكتب وجدت علي السبزواري يقرع معمما يرتدي عمامة سوداء يقرعه ويوجه له الكلام الشديد والقاسي وكان يهينه لماذا؟ لأن المعمم هذا قد انقطع عن الدرس مدة أسبوع كان منشغلا بالخدمة في أحد المواكب الخدمية التي تقام أيام زيارة الأربعين فهذا المعمم ذو العمامة السوداء من طلاب علي السبزواري كان قد انقطع عن الدرس لمدة أسبوع كان منشغلا بخدمة الزوار في أحد الهيئات والمواكب الخدمية علي السبزواري يحمل عليه يعنفه يقرعه من أنك تستلم راتبا شهريا الكلام هو هو الهراء هو الهراء والخراء هو الخراء المنطق الخرائي الموحد بين هؤلاء في إصدار الفتاوى المزيفة ما بين القداسة الكاذبة والاحتياط المخادع هكذا هم يتحدثون عن قداسة أو عن احتياط وليس هناك من قداسة وليس هناك من احتياط إنه سوء التوفيق إنه سوء التوفيق من أوضح مصاديق سوء التوفيق أن يصدر المرجع الشيعي العالم الشيعي الفقيه الشيعي كما يصفونهم بهذه الأوصاف وما هم بأهل لأن يصفوا بهذه الأوصاف أن يصدروا الفتاوى في أن يحكموا على سفر زائر الحسين بأنه سفر معصية مناعي الوالدين أين هذا موجود في الكتاب الكريم أين هذا موجود في أحاديث العترة هل أنتم أحرصوا على الدين من الأئمة الذين حدثون عن زيارة الحسين كثيراً 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 لماذا لم يشيروا إلى هذا الموضوع ولو بإشارة مختضبة فهل أنتم أشد حرصاً على دين العترة من العترة نفسها من أحي الوالدين طائحين الحظ وين ماكو شغلة طائع حظها ترحون الدورون عليها هذا هو واقع الحوزة الطوسية لازال الكلام متصلاً عليكم أن تتابعوا حلقة يوم غد المعلومات دسمة وما بعدها أيضاً لازال الحديث متواصلاً هذه أمثلة وأمثلة واضحة جداً من واقع المذهب الطوسي النجس ومن واقع الحوزة النجفية الطوسية النجسة هكذا يجري الأمر وهكذا تكتمل عملية صناعة الدين المزيف عبر الثالوث المنجس المرجع التقليد الخمس كي يصدر الفتاوى المزيفة تحت عنوان القداسة والاحتياط هكذا يضحك علينا وهكذا ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون علينا نذهب إلى فاصل هؤلاء والباقون الذين ما أشرت إليهم ذكرت لكم محمد رضا السيستاني وذكرت لكم جعفر سبحاني من المراجع المعاصرين في مدينة قم وذكرت لكم مرجعا كبيرا هو عبد الأعلى السبزواري وذكرت لكم مرجعا معاصرا أيضا إنه ولده علي السبزواري الكلام لا ينحصر عن هؤلاء ولا ينحصر في هؤلاء هذه الفتاوى المزيفة النجسة الذين ما نطقوا بها يقبلونها والذين نطقوا بها كثيرون وهم يتحدثون مع تلاميذهم هذه الفتاوى يعرفها طلاب الحوزة النجفية الوسخة ويعرفها طلاب الحوزة القمية التي هي على المنهج الطوسي الوسخ هذه حقائق أنا لا أحدثكم عن خيالات وعرضت الوثائق بين أيديكم هم يجعلون درس الحوزة واجبا ويرتبون ما يرتبون على ذلك بحسب فتاواهم المزيفة أنا سأخذ أمثلة عبد الأعلى السبزواري هذا هو المرجع الأعلم بعد الخوئ والناس قلدته توفي سنة ألف أربعمائة وأربعطعش للهجرة هذا هو الذي يجعل دراسة الحوزة واجبته ويرتب ما يرتب عليها من الآثار في فتاواه بخصوص زيارة الحسين أهم آثار عبد الأعلى السبزواري هذا تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن رجاء اعرض لنا صورة الجزء الثالث عشر من مواهب الرحمن الذي هو تفسير المرجع عبد الأعلى السبزواري هذا هو الجزء الثالث عشر والذي هو بين يدي هذه الطبعة الخامسة الفين وعشر ميلادي نذهب إلى الصفحة الثالثة والتسعين بعد الأربع تحت عنوان بحث كلامي مما يذكره عبد الأعلى السبزواري في هذا البحث فما ذكره الآلوسي الآلوسي أبو الثناء الآلوسي العالم السني المعروف صاحب التفسير السني المعروف روح المعاني هو يتحدث عن الآلوسي صاحب روح المعاني روح فما ذكره الآلوسي في تفسيره بقوله ماذا قال الآلوسي والذي وقفت عليه يتحدث عن كتب علماء الشيعة الآلوسي هو الذي يقول وطالما أقول من أن علماء السنة أدرى بكتب الشيعة من علماء الشيعة أنفسهم وهذا مثال بين أيديكم فما ذكره الآلوسي في تفسيره بقوله والذي وقفت عليه في معتبرات كتبه الآلوسي يتحدث عن معتبرات كتب الشيعة والذي وقفت عليه في معتبرات كتبه أنهم لا يجوزون النسيان وكذا السهو على النبي وكذا سائر الأنبياء فيما يؤديه عن الله تعالى من القرآن والوحي وأما سوى ذلك فيجوزون عليه فيجوزون عليه صلوات الله عليه وآله أن ينساه ما لم يؤدي إلى إخلال بالدين هذا كلام الآلوسي والآلوسي تحدث عن معتبرات كتب الشيعة أقرأ الكلام مرة أخرى دقق النظر معي أصبروا عليه إذا كنتم تريدون أن تعرف الحقائق فاصبروا فاصبروا فما ذكره الآلوسي في تفسيره بقوله والذي وقفت عليه في معتبرات كتبهم كتب الشيعة أنهم لا يجوزون النسيان وكذا أسه على النبي وكذا سائر الأنبياء فيما يؤديه عن الله تعالى من القرآن والوحي وأما سوى ذلك فيجوزون عليه صلوات الله عليه وآله أن ينساه ما لم يؤدي إلى إخلال بالدين ماذا يقول السبزواري غير صحيح هذا الكلام غير صحيح ولم أعلم السبزواري يقول ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل يا أيها السبزواري أنت رجل جاهل الآلوس عالم أنت جاهل فمثلما يطفح جهلك هنا يطفح جهلك في فتاواك ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل بل هي مشحونة في نفي النسيان والسه عنه صلوات الله عليه وآله مطلقا وقد فصلوا الكلام فيه فراجع راجع إنه يقول كلامه هذا بقاطعيته وهذا هو الجهل المركب هؤلاء جهال بالجهل المركب هذا هو تفسيره أنا ما قرأت من كتاب ليس معروفا ولا قرأت من كتاب ينقل بالواسطة هذا كتاب عبد الأعلى السبزواري وهذا هو الجزع الثالث عشر ينقل عن الآلوس كلاما كلام الرجل صحيح بدرجة مئة بالمئة السبزواري هو الجاهل والجهول بجهله المركب يقول غير صحيح كلام الآلوس ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التفصيل أي تفصيل الآلوس قال بأن في معتبرات كتبهم علماء الشيعة يقولون من أن النبي لا يسهو في دائرة التبليغ في غير دائرة التبليغ يسهو إلى الحد الذي لا يكون هناك إخلال بدينه هذا كلام الآلوس ووالله هذا موجود في أهم كتب الشيعة وسأتيكم بالمصادر الآلوس عالم بما في كتب الشيعة السبزواري الرجل جاهل وجهول ومع ذلك يعتقد بأنه عالم ويوجه الخطاب للقارئ فراجع راجع الكتب كي تطلع على فضيحة السبزواري هؤلاء هم مراجع العظام ذول هم اللي طلح هم أن حوزة النجف هي هاي الحوزة اللي الدراسة بها واجبة من طيع الله عظ هاي الحوزة أنا أقول للسبزواري لعبد الأعلى السبزواري أو للذين يريدون أن يدافع عنه ألا يعلم السبزواري بكتاب الفقي وهو من أهم كتب الحديث إنه أحد الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط بين علماء الشيعة هذا فقيه من لا يحضره الفقيه الجزء الأول إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 360 بعد أن تحدث الصدوق عن أن النبي يسهو في صلاته قال وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد من مشايخ قمع المعروفين وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي إلى أن يقول الصدوق وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى هذا كلام الصدوق وهذا الكلام معروف معروف جدا خلاصة كلام الصدوق إنه يقول من أن النبي يكون معصوما في دائرة الوحي في غير دائرة الوحي حتى في صلاته يسهو وهذا هو الذي قاله الأهلوسي الرجل كان صادقا مرجعنا هو الجاهل هو الذي لا يفقه هذا كتاب من كتب الحديث من لا يحضره الفقيه وماذا يريد السبزواري هل يريد كتابا أشهر من هذا الكتاب هل يريد كتابا درجة اعتباره أعلى من الفقيه من الكتب الأربعة الآلوسي هكذا قال والذي وقفت عليه في معتبرات كتبهم هذه كتبنا المعتبر هذا هو الفقيه هذا التبيان هذا التبيان يفترض بالسبزواري وهو يؤلف كتابا في التفسير أن يكون مطلعا على كتب التفسير وإن كانت هذه الكتب إن كان الحديث عن تفسير السبزواري وعن سائر التفسير هذه تفاسي وما هي بتفاسير هذا تفسير التبيان للطوسي الجزء الرابع وهذه الطبعة طبعة ذو القربة الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قموا المقدسة ماذا يقول الطوسي صفحة 165 واستدلأ الجباء إنه أبو علي الجباء من المعتزلة من شيوخ المعتزلة واستدلأ الجباء أيضا بالآية إنها الآية الثامنة والستون بعد البسملة من سورة الأنعام وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الخطاب لفظا لرسول الله ومضمونا لنا لكن المخالفين يعتبرون الخطاب لفظا ومضمونا لرسول الله على أي حال لست بصدد الحديث عن الآية واستدلأ الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة الرافضة عوام الرافضة أما علماء الرافضة فلا يقولون بهذا القول ولذا فإن طوسي أنكر على الجباء ما قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك مطلقا وهذا ليس بصحيح الطوسي يقول وهذا ليس بصحيح وهذا ليس بصحيح أيضا لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله وهذا هو الذي قاله الآلوسي فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وهذا هو الذي ذكره الرجل وأما سوى ذلك فيجوزون عليه على النبي أن ينساه ما لم يؤدي إلى إخلال بالدين فهذا كلام أهطوسي فإنه يجوز أن ينسوه بالنسبة لمحمد وآل محمد أو يسه عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم وينسون كثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذا هو الكلام الذي نقله الآلوسي فهل التبيان من كتب الشيعة أم من كتب غيرهم أفليس التبيان كتابا معتبرا ومن الكتب المعتبرة في الدرجة الأولى في الحوزة الطوسية القذرة الكلام هو هو في مجمع البيان للطبرسي الرجل هذا يكتب تفسيرا وهو لا يعلم ماذا يجري في كتب التفسير هذا الجزء الرابع من مجمع البيان للطبرسي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثانية والثمانين وأما النسيان والسهو فلم يجوزوها عليهم الحديث عن علماء الشيعة فيما يؤدونه عن الله تعالى فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عن ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل الأهلوسي نقل هذه المضامي هذا عبد الأعلى السبزواري ماذا يعرف عن كتب الشيعة ما هذا الكلام موجود في الفقي وموجود في التبيان وموجود في مجمع البيان وهذا قاموس الرجال نحن عندنا في المكتبة الشيعية في الوقت الحاضر كتابان مشهوران في علم الرجال قاموس الرجال للتستري ومعجم رجال الحديث للخوئي هذا هو قاموس الرجال هذا الجزء الأخير إنه الجزء الثاني عشر من قاموس الرجال للتستري لمحمد تقل تستري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي في آخر هذا الجزء ألحق محمد تقي التستري رسالة في سهو النبي من تأليفه ولعجلته لم ينتظر أن تطبع طباعة حروفية وإنما صورت بخط يده رسالة في سهو النبي ملحقة بالجزء الثاني عشر حتى في الطبعات القديمة لهذا الكتاب في أول طبعة حينما كنت في قم كانت عندي الطبعة الأولى من هذا الكتاب في الطبعة الأولى من هذا الكتاب في آخر جزء من الرسالة هذه موجودة رسالة في سهو النبي وهو عالم معاصر معاصر لعبد الأعلى السبزواري ماذا يقول عن الخوئ الذي كان معاصرا له وكانت هناك نفرة شديدة فيما بين عبد الأعلى السبزواري والخوئ يفترض أن يكون عارفا بآرائه الشاذ هذا الكتاب جئت به لأنه طبع في حياة الخوئ في حياة الخوئ يعني في حياة السبزواري طبع في حياة السبزواري هذا الكتاب طبع منية السائل مجموعة فتاوى هامة لآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئ دام ظله في وقت حياته جمعه ورتبه موسى مفيد الدين عاصي في الصفحة مئتين وثلاثة وعشرين هناك سؤال عن سهو النبي وجاء الجواب مطبوعا صفحة مئتين واربعة وعشرين القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية يعني في دائرة التبليغ فقط مثل ما قال الآلوسي وهذا هو قول الخوئ قطعا الآلوسي متوفى قبل الخوئ إنما أقول لي السبزواري ما هو هذا المرجع الخوئ أقواله أليست من الأقوال المعتبرة هل تريد مرجعا أشهر من الخوئ وأنت في جواره أنت في جواره في النجل وهذه الفتوى موجودة في صفحة مئتين وسبعة وعشرين بخط الخوئ نفسه بختمه وتوقيعه بتأريخ واحد وعشرين واحد ألف وأربعمية وثمانية متى توفي السبزواري ألف أربعمية وأربعة عشر رجاء اعرضوا لنا صورة فتوى الخوئ هذه صورة فتوى الخوئ بتأريخ واحد وعشرين واحد ألف أربعمية وثمانية وهي صريحة في أن النبي يكون منزها عن السهو والنسيان في دائرة التبليغ فقط في غير هذه الدائرة يكون معرضا للسهو والنسيان ماذا تقولون هؤلاء هم مراجعنا ماذا درسوا ماذا تعلموا هؤلاء هم خريجوا حوزة النجف هي هذه الحوزة التي تكون الدراسة فيها واجبة وحينما يسافر طالب الحوزة إلى كربلاء لزيارة إمامه الحسين يكون سفره سفر معصية من تفعل هذه الحوزة وتفعل هؤلاء المراجع وتفعل هذه الدراسة أي دراسة هذه وأي علم هذا هؤلاء جهال بتمام معنى الكلمة غير صحيح يشير إلى كلام الآلوسي كلام الآلوسي صحيح كلام الآلوسي يصدقه كتاب الفقيه يصدقه تفسير التبيان يصدقه تفسير مجمع البيان إلى الكثير من العناوين يقول غير صحيح ولم أعلم الكتب التي استفاد منها هذا التوصيل على أساس الأغا يعرف كل شي والله هكذا يضحكون عليكم ويضحكون علي أيضا لطالما ضحكوا علي مثلما ضحكوا على أجداد وأبائي نذهب إلى فاصل